من هم مزدوجين رواتب؟ ما هي عنوينهم؟ كم عددهم؟ من يقف وراءهم؟ هذه القضية صارت قصة نسمع بيها ما نعرف تفاصيله أطلعنا عليها ألف رحمة الموتاك صحيح أستاذ نجم خلي نكون واقعين العراق ما عنده قاعدة بيانات إحصائيات ما موجودة تصور يعني أقصد إحصائية ما يعرفون عدد الموظفين إش قد السيد وزير التخطيط صرح علنا قال ما أعرف عدد الموظفين بالعراق ولا السيد وزير المالية يعرف العملية محتاجة إلى إجراء يعني إلى جرأة إلى إرادة حقيقية في ضرورة إجراء بعض التغييرات المفروض يعني يبدون بعملية البيومتري يسوون إحصاء حقيقي لعدد الموظفين زيان دكتور إهنانة إهنانة أنا هذا الحديث سمعت قبل لكن إهنانة إذا وزير المالية ما يعرف عدد الموظفين ووزير التخطيط ما يعرف عدد الموظفين زيان شون كانت تنزل أرقام بالموازنة هاي تشغيلية وهاي رواتب شنو هسنا قلنا حكومة على الله ويا بشيراء بس شون كانت تنزل الأرقام بالموازنة شلون هم يقدرون ليش أقول لجنابك أكوهدر كبير يعني أموال ضخمة بدن تخصص في بنود تقليدية ما إلها أي داعي موازنة بنود تقليدية كلاسيكية من الـ 2005-2006 هي نفس الموازنة مجرد يغيرون أرقام بيها يعني شنو الموازنة أستاذ نجم الموازنة هي السياسة ليس مسألة مالية الموازنة موضوع اقتصادي اجتماعي سياسي ومالي الموازنة تعبر عن سياسة الحكومة كلها ولكن بلغة الأرقام والبيانات المفروض الموازنة تعبر لي عن البرنامج الحكومي عن المنهاج الوزاري هم عدهم وثيقة بيها بنود وبيها عناوين مجرد يغيرون بالأرقام لا يعرفون عدد الموابفين الحقيقيين ايسا انتي تَظيم أستخدم أستخدم السياسة السياسة سياسة مسألة أستخدم How to